اكتر من 9 مليار شخص بالغ بيعانوا من زيادة في الوزن و600 مليون بيعانوا من السمنة في مختلف أنحاء العالم منظمة الصحة العالمية مش بس بتعتبر السمنة مرض ومسؤول عن أمراض أخرى زي أمراض القلب والأزمة القلبية والسكر لكنها أيضا أدرجة السمنة كوباء عالمي وعامل رئيسي في حدوث الوفيات في السنين الأخيرة الخطر بيهاجم كمان الأطفال خصوصا مع ترك أطفالنا فريسة للوجبات السريعة دراسة حديثة أجرتها منظمة راند الأمريكية غير الربحية كشفت أن الأطفال بيتناولوا حوالي 150% سعر حراري إضافي في الوجب الوحدة وده بيعرضهم لخطر السمنة المفرطة في سن مبكر ومشاكل صحية كتيرة مترتبة على السمنة المفرطة خطرها بيتضاعف مع الإصابة بيها في سن مبكر أهلا بكم ليه أنا ببقى حريص أنه أصدقائي أو حتى اللي مش أصدقائي الأشخاص اللي أنا بحبوهم أو حتى اللي أنا ما عرفهم الشيء بيعانوا من سمنة مفرطة بكون قلقان عليهم مش أنا بس اللي ببقى الآن عليهم كل القطاع الطبي بمختلف تخصصاته بيبقى الآن عليهم مش القطاع الطبي بس أي حد عنده قدر من الثقافة والإدراك لخطورة السمنة بيبقى الآن عليهم وده في 2021 يعني كل الناس الآن عليهم كل الناس بلا استثناء وعتقد نحن أجابنا دور كبير في إن إحنا نقوي زهن الناس وثقافتهم حول السمنة لإنه المشهد اللي هنشوفه دلوقتي ده مشهد مخيف جدا يا جماعة كلها للقطة للحظة اللي بدأ يدخل فيها العناية المركزة ويجروا على منظر مرعب إنسان يجيله هارت عتاك يجيله ضرب ده في الأسف فيه مطاعم يسميه نفسها هارت عتاك ده ضرب يعني عرض الحائط بكل النصيح الطبية مطاعم يسميه نفسه كده ده في العالم وفي مصر كارسة أنا شايفها كارسة غلط تماما واللقطة بقى بتاعت إن الإنسان يبقى جيله هارت عتاك أو يجيله أزمة قلبي ونام على الشيزلونج وبيجروا بيه في الممر بتاع المستشفى عشان يلحقوا يعملوله عفات إذا كانوا هيدينه مزيبات جلطة أو هيعملوله أي شيء للزبحة الصدرية وهي زبحة الصدرية ده شريط حياته كله بيمر قدامه النهاردة هنفهم هذا الكلام بالتفصيل مع ضيف العزيز عنوانا لماذا نخاف على مريض السمنة المفرطة بهذه الدرجة وإيه الحلول النهاردة لقاء ممتع كالعادة مع قيمة علمية كبيرة وإسم كبير بنفتخر بوجوده معنا في الدكتور بنسعد جدا بحواره العلمي بنسعد جدا بكل الأطرحات العلمية وأكيد هابو متشوق إن أنا أفهم المنشطة النهاردة مع القيمة العلمية الكبيرة لأسيس الدكتور وليد إبراهيم حاولت كتير أدور في الكتب عن الجراحات الجديدة اللي نزلة في السوق كل الجراحات السمنة يا إما تكميم يا إما تحويل مصار أنت هتعمل تكميم وتحويل مع بعض لتنين في واحد بدأت ناس تقول لا ممكن نعمل تحويل مصار من غير ما يبقى فيه فيتامينز في اللايف إننا نعمل تكميم معدة وفي نفس الوقت نعمل توصيلة للأمعاء بالمعدة اللي هي معروفة بإسم ساسي العملية دي في نطاق التجربة ولم يعترف بيها لا في أمريكا ولا في أوروبا صحيح�نا مش تجربة ولا مجال التجارب الساسي عملية تجربية هنعملها لما يعترف بيها دوليا العمليات المعترف بيها دوليا تكميم المعدة تحويل المصار الكلاسيكي تحويل المصار المصار ونوقف على كده، نفس الجميلة المنشط مع دكتور وليد إبراهيم ضيف العزيزة، المبدأ دائماً في منشطاته منشط تعبير صحف، إحنا خدناها خلاص سرقناها من المنشط حرف أستاذ الدكتور وليد إبراهيم، أستاذ واستشاري جراحات السمنة والمنظير وأستاذ جراحات السمنة المفرطة بكل الطب جامعة عين شمس عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة وطبعاً أحد سوبرستار هذا المجال في الوطن العربي أهلا بيك يا دكتور أهلا بيكتور أين؟ سؤالين وراء بعض، براحتة قالص تجاوب أي سؤال الأول ساسي الأول هو ده السؤال الأول بلا مضمون للسؤال لأننا عايزة فهم إيه هي ساسي في الأساس وقصتها إيه بالظبط منشط ليه؟ لماذا اخترت المنشط النهاردة نتكلم على ساسي؟ والسؤال الثاني لماذا نخاف على مريض السمنة المفرطة بهذه الدرجة؟ نحن معشر الطب كله اللي انت عايز تجاوب الأول طبعا هنبدأ بالسؤال الثاني أوكي اللي هو مخاطر السمنة على أي شخص بيعني بالسمنة اللي هي المخاطر العامة وأعتقد أن إحنا يعني إحنا والبرنامج وفيه بورامج تانية الكلمة كتير قوي على مخاطر السمنة لو قلنا مخاطر السمنة من الناحية المرضية ومن الناحية النفسية عشان نبسط على المشاهد من الناحية المرضية إن لها تأثير على كل أعضاء الجسم أي خلية أكتر من أعضاء الجسم لأنا نقول كل خلية من خلايا جسمنا بيتعاني نتيجة لزيادة الوزن القلب جهاز التنفسي الفكرات العضلات الجهاز النفسي اللي هو لو قلنا الناحية النفسية فهي تأثيراتها عديدة وكتيرة ومن عشر سنين إحنا كنا بنتكلم على التوعية على السمنة وكنا بنتكلم كبرانش بنقدمه للمشاهد المصري والمشاهد العربي إن تخصص جديد اللي هو اسمه جراحات السمنة وكنا لسه بنبدأ بنزود وعي المشاهد عن الجراحات اللي هي كانت تكمين معدى أو تحويل مصال كلاسيكي وأعتقد إن بعد الفترة الطويلة دي إن بقى فيه نسبة كبيرة قوي من المشاهدين عارفين يعني إيه مخاطر سمنة تأثيرها على القلب بالأعراض الجانبية وتأثيرها على كل أعضاء الجسم وبقوا عندهم وعي كبير بعمليات تكمين المعدة وتحويل المصار فده السؤال الثاني مختصر الوعي الزاد قوي في القصص دي هو السؤال الأول بقى ده اللي ممكن اللي يبقى فيه كلام محفز للحديث قالوا هو الساسي هي فكرة منشط طلعت وأنا بدأنا نعمل قصة منشط إن إحنا ناخد عنوان من الأسئلة اللي بتدور في العيادات اللي دايماً بتدور في زهن المشاهد لما يبقى فيه تخصص جديد اتعمله توعية على مدار عشر سنين عشان الناس تعرف يعني إيه تكميم ويعني إيه تحويل وإيه التأثيرات الإيجابية نتيجة للعملية دي فالموضوع انتشر بصورة كبيرة جداً على مستوى مصر والوطن العربي هو منتشر على مستوى العالم إنما احنا بنتكلم في اللوكال أريا بتاعتنا اللي هي الشرق الأوسط وبالذات مصر وبالذات الوطن العربي والخليج انتشر جداً انتشرت ثقافة تكميم المعدة وتحويل المصر وبالتالي بقى فيه نحية تجارية إلى حد ما الاستغلال بعض التعبيرات وبعض الألفاظ للتسويق لمجرد جذب عقلية المشاهد بغض النظر على الناحية العلمية فبقى فيه أسئلة وبقى فيه تضارب كلام كتير جداً فبدأت تجينا فكرة المنشط إن احنا نتكلم بصورة طبية عن المعتقدات أو الكلام اللي موجود فيه مجال جراحات السن كلمنا كذا حاجة قبل كده وكان المنشط بتاع النهاردة الساسي لأن بدأ بصورة كبيرة قوي الناس تسأل عايزين نعمل ساسي ما بيسألوش هي إيه الساسي وهل الساسي دي عملية أو مش عملية ففكرة الساسي هي عملية بس معترف بيها أو لا لا هو دا الكلام يعني إحنا لو قسمنا جراحات السمنة اللي هو الكلام اللي كنا بنقوله من عشر سنين كانت بتتقسم على أي على أي أساس ريستريكتف ومال أبزوربتف اللي هو عملية بتقلل حجم وعملية تانية بتأثر على الامتصاص وبتقلل حجم برضو الغالب فيها إن هي بتأثر على امتصاص الأكل بتقلل امتصاص الأكل وبالتالي بتبدأ تقلل من الوزن العمليات الريستريكتف اللي هي بتقلل حجم المعدة وبتصغرها لها تاريخ بدأنا من زمان بتدبيس المعدة وده كان بتعمل عن طريق جراح وبعد كده تطور بقى تدبيس المعدة وده كان معترف بيه في الوقت ده تدبيس المعدة عن طريق المنزار وبعد كده بقى فيه الحزام وفيه ناس سمعان دلوقتي الحزام كان واخد انتشار عالي جدا لأنه كان بيبقى عبارة عن حزام بيتلفى حوالين المعدة فبيصغر من الجزء اللي فوقيه فبتبقى المعدة برضو صغيرة كل الحاجات دي لحد ما في الريستريكتف ما كانتش نتيجها مرضية على المدى البعيد بس كانت معترف بيها لغاية لما وصلنا الاخر حاجة في تصغير حجم المعدة او الريستريكتف ان بقى فيه حاجة اسمها تكميم المعدة او السليف جاستريكتومي واللي عمل انتشار عالي جدا للجراحات دي انها بقى تتعمل بالمنزار فبقى مجرد اربع فتحات او وصلت انها تبقى ثلاث فتحات صغيرة قدوا عليه الصبع او ان ممكن تتعمل عن طريق فتحة السرة اللي هو سينجل بورد لابروسكوبك سليف جاستريكتومي او تكميم السري فمجرد فتحة واحدة صغيرة بنصغر فيها من حجم المعدة بنوصل لنتائج هيلة في نزول الوزن ده الجزء بتاع تصغير حجم المعدة الجانب التاني كان الامتصاص اللي هو ان احنا نبدأ نقلل من امتصاص الاكل وكان اشهر عملية تحويل المصاري الكلاسيكي وكان تحويل المصاري الكلاسيكي فيه مشكلة كبيرة قوي انه بيبقى فيه توصلتين فالعملية الحد ما في وقتها الكلام ده في الخمسينات تحويل المصاري الكلاسيكي كانت الحد ما معقدة وبعد كده الموضوع القصة اتطورت مع الاحترافية والبراكتس وكتر عدد الحالات فتحويل المصار الكلاسيكي بقى اسهل وبقى هو ان نقول العملية الزهبية للنزول في الوزن بس مع مراعط ان كل عملية عشان نوصل للنتيجة المثالية بتاعتها ليها بروتوكول في التعامل مع العملية فيما بعد العملية اللي هو الستايل اوف لايف بتاع العيان فتحويل المصاري الكلاسيكي اه هي العملية الزهبية لتقليل الوزن بس عايزة العيان اللي يتميز ويقدر يحافظ على البروتوكول الا وهي كل العالم بيقول جست عملنا تحويل مصار اي ان كان نوع كلاسيكي او مصغر فهو يحتاج الى فيتامينز فور لايف طول العمر والكلام ده اتعملت عليه دراسات من الخمسينات لغاية دلوقتي ومفيش فيه اي تغيير اي عيان هيعمل تحويل مصار هيا كان مصر سواء كان مصغر او كلاسيكي فهو يحتاج فيتامينز فور لايف لان ببساطة تحويل مصار يعنا الاكل مبيعديش على اول اتنين متر سواء كان كلاسيكي او مصغر واول اتنين متر زي ما حضركا عارف الديودينام بيحصل فيه امتصاص الفيتامينز الفيتامينات اللي احنا بkiejتوايا من اصافٍ يابعينا منا مش بركتنا محاولة من من الاكل اللي احنا بنكله فبيبقى فيه امتصاص للحديد وامتصاص للكالسيوم وفيتامين به المركب فالتلاتة دول في ظل عمل عملية تحويل المسار بيحصل نقص في الفيتامينز في الاول من الاكل فالجسم بيبدأ ياخد من المغزون اللي موجود عنده لغاية لما يديبليت ويخلص كل المغزون وبعد كده يبدأ يحصل نقص لو انا ما عوضتش المغزون ده من الفيتامينات وبالتالي مريض تحويل المسار محتاج ياخد اربع تقراص في اليوم واحد مالتي فيتامين حديد كالسيوم وفيتامين بي تويلف او فيتامين بي مركب يخدهم قد ايه فاللايف ودي كانت المعاناة الاساسية لان مش كل العينين يقدروا ياخدوا الفيتامينز دي حتى فيه شركات عشان بتبدأ تشوف ايه المشاكل اللي ممكن تواجه المرضى في العمليات دي فبيدمجوا بعض بيدمجوا وبيعملوا في قرص واحد وبرضو فضلت فيه مشكلة لان الناس ما عندهاش الثقافة ان هي تاخد ادوية طول العمر اي عملية هتأثر على الامتصاص لازم بعدها فايتام دي حاجة طبية لا خلاف عليها طب لو احنا فكرنا من الناحية طبعا الدراسات اللي هي كل احترام الدراسات اللي اتعملت ودراسات دي بنسبة كبيرة قوي الدراسات مصرية ودراسات من دولة شقيقة دكاتر المصريين اللي بيمكن لهم كل احترام هم اللي عملوا العملية دي واللي عمل العملية دي كان مصري وهو العمل الابحاث بتاعته بس الغد الوقتي برضو بنأكد ان هي لم يعترف بيها دوليا كعملية من عمليات جراحة السمنة وهي تحت نطاق التجربة اه 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 لو احنا تخيلنا في الساسي ان احنا في قوضة مقفولة القوضة دي ليها بابين باب بيفتح كل ساعتين بطريقة منتظمة اللي هي البايلورس في المعدة وباب تاني مفتوحة على طول لما يحصل ان انا هبدأ اكل شيء بديه جدا الاكل هيروح فين على الباب المفتوحة على طول وبالتالي الباب اللي بيفتح كل ساعتين ده وهو وبخته هو وحظه احنا بنتكلم من ناحية النظرية فهي بنسبة 99% لان احنا برضو ما عندناش فيش دراسات حقيقية المفروض لو فيه دراسات حقيقية احنا بناخد بولس سابغة ونبدأ نأكل العيان ونشوف السابغة هتعدي في انهي طريق بنسبة ببرسنت قد ايه وده يبقى على المدى القريب وعلى المدى البعيد عشان عملية يعترف بها دوليا في بوينتس لازم تبقى موجودة وعدد من الحالات بنتائج وابحاث لها معايير معينة زي اي بحث عن لازم وعشان نوبة برضو فير انه عملية تحويل مسار المصغر مثلا اللي عملها امريكاني اه رودلج اه رودلج قعدت فترة طويلة لغاية لما اقرت علمي اه دولي تمام لغاية لوقت امريكا نفسها مش معترفين يعني في فيه كده فيه اختلاف على العملية وهما بيقولوا ان تحويل مسار المصغر باش بنفس كفاءة التحويل المصاري الكلاسيك اه وده وحتة الاعترافات دي بتاخد وقت طبعا فاحنا ما نقدرش نقول لا ما فيش حاجة اسمها الساسي وان الكلام ده كلام مش مظبوط لا هو كلام موجود في نطاق التجربة والمرضى لازم تبقى عارفة ان النتائج فيها متفوتة وان فيه ناس بتنزل بصورة كبيرة جدا وفيه ناس بتفشل معاها العملية بصورة برضو مش مش قليلة وان هي الى حد ما بتشبه عملية تحويل المصار سواء كان كلاسيكي او المصغر بس ما نقدرش نعملها في نفس الوقت انا ما قدرش اعمل عملية العيان واقول له ان هي عملية تجربية واخد عليه اقرار انها تجربية كلام برضو مش منطقي احنا صراحة عمرنا ما عملنا لغاية دلوقت الساسي هنعملها ممكن نعملها زي ما قلنا في المنشط المنشط بيحكي دايما سؤال بيدور في خواطر الناس هنعمل الساسي بس يبقى معترف بيها دوليا ساعتها نعملها عشان يبقى فيه بيز عشان اقدر اقول العيان انت هتخس قد كده هيحصل قد كده هتاخد فيتامينز بالطريقة الفلانية بناء على ابحاث علمية عملت انت شرحت الامر كما هو واقعه ها خلينا اقول لك وحييك ان هو ده الواقع بتاع هذه الجدالية حول عملية واعدة لكنها ليست معترف بيها حتى الان ومعنى غير معترف بيها دوليا او لم تقر كعملية معترف بيها ده مش معناها ان احنا بنقول انها عملية سيئة ولكن هذا هو واقع علمي اه وشرحنا الواقع العلمي واحنا بنشرح الواقع العلمي ده لا نغفل الواقع الانساني وده يخلينا نروح لحالة النهار تعال سمعك حالة من حالتك احمد ابراهيم اوكي شوف احمد قال ايه انا اسم احمد ابراهيم وزني كان 161 عدت ادور على الشغل حوالي اربع سنين بعد التخرج وكان كله بيرفضني بسبب وزني وعلشان ممكن نوجه جسمي مليان وكده كنتش بقدر اتحرك وكنتش بقدر اخذ نفسي وكنتش اعرف انام كنت ببعرفش اه مش كتير مبعقدرش اطلع وانزل كتير وكنتش عرف اخر وكنتش اخر مع زميدي ببقيتش عرف اه مش في الشارع ببقيتش عرف اه مش في الشارع بحبش اروح لحد عشان وزني وروحت لدكتور وديد الحمد لله ارتحت معاه وبعد ما عملت عملية بقت مرتاحك تربل اول ووزني قل كتير واختي كانت بتشجعني كتير عشان عملها فبعد ما عملت لك انا حقام دولة بقت احسن الاول بالتين احمد نموذج مهم او ناس كتير زيه احمد قبل العملية واسنه كان كامل كانت تقريبا مئة وستين صغير كانت في السنة اه هو صغير في السنة حكالك يعني مشاكله في الحياة كانت عاملة ازاي اه هو في ناحية مهمة قوي واحنا بنتكلم مع المريض اللي هي النواحي النفسية القصة دي مهمة لانا اه لازم يبقى لازم يبقى الاكسبيكتيشن او انت انت متوقع العيان عايز ايه عشان ما يبقاش عنده برضو اه اه وهم يعني ميتين وخمسة كيلو مثلا او ميتين وعشرين كيلو اه اه لازم يبقى فاهم السيكونس اللي هينزل بيه و توالي وممكن اه التوابع بتاعته ووزنه هيوصل لكام اكيد الحوار ممتع مع ضيف العزيز القيمة العلماء الكبيرة السيد دكتور وليد ابراهيم وستاذ واستشاري جراحات السمنة والمناظير بكل الطب جامعة عين شمس عضو الاتحاد العلمي لجراحات السمنة الافسو كان فيه الدكتور نورت الدكتور شكرا خليكم مع منشت الدكتور